الأربع أهداف مشارك فيهم وسامة أبو علي النهاردة النهاردة لتالت مرة وسامة أبو علي أفضل لاعب في المباراة ياخد جالسة أفضل لاعب في المباراة لتالت مرة على التوالي وسامة أبو علي النهاردة وسامة أبو علي هداف الدوري وسامة أبو علي اللي نضم الأل في يناير هداف الدوري مع فيستون ميلي مهاجم بيرامدز بتساوى معاه النهاردة نهاردة وثامة وعلي بيسجل من ضربة سبت لو تفكروا أول مبارح قلت لكم إيه وجدت جايب لكم شوية أركام مهمة جدا ولقطات مهمة جدا وثامة وعلي بيسجل برجله اليمين بيسجل برجله اليسرى بيسجل بالرأس بيسجل النهاردة من ضربات سبت بيسجل بتصويبات من خارج منطقة الجزاء بيسجل بتصويبات من داخل منطقة الجزاء مهاجم شامل شامل مثالي هدية القدر للنادي الأهلي بص الراجل ده أهو ده بقى اللعيبة اللي كل دولار اتدفع فيهم تقول حلال عليه حلال عليه احنا مش يدامل نقول ايه واحنا ميجيب لعيبة جانب لها جماعة وندفع لهم عملة صعبة وما بيفيدوش حاجة وفي الدولة أهو ده بقى لا الفلوس اللي بياخدها أقل من كيمته أقل من كيمة وثامة أبو علي وثامة أبو علي بالمستوى ده ده يلعب في أندية أوروبية كبيرة كمان مش أي نادي أندية أوروبية كبيرة أنت بيتبلغ يا كريم قل لي قل لي حاجة واحدة نقصة وسامة أبو علي مع المهاجمين المميزين في الدنيا قل لي ما بيعرفش يلعب برجله الشمال بيلعب برجله الشمال بيعرفش يلعب برجله يمين بيعرف يلعب برجله اليمين ما بيعرفش يشهد ضربات سبطة بيعرفش يلعب برأسه بيلعب برأسه مش متحرك وبطيء لا سريع ما بيزعجش الدفاع لا بيزعج الدفاع قول لي ناقص سوقي وسامبه علي عشان كيف بقول لك هو وهدية للنادي الاهلي انا متأكد ان النادي الاهلي وهو بيشتري وسامبه علي عارف انه هيجيه مهاجم جيد بس ما ظنش ان الاهلي كان متخيل ان وسام حيبقى بهذه القدرات العظيمة جدا وسام ابو علي متأكد انه هيجي له عروض كبيرة جدا وهو بيدعف في النادي الاهلي وخليك فاكر وانا بقول لك هون نهاردة خليك فاكر وسام ابو علي يوم ما هيبيعه النادي الاهلي سواء الموسم اللي جاي والموسم اللي بعده حسب بقى ما النادي الاهلي يكرر هيتباع بأعلى رقم جيف الدور المصري ده هيتباع بفلوس كتيرة اوش نانسي تقول لك انه هو صغير في السن كمان يعني هو مثالي لأي نادي في اوروبا عادي جدا مش نقصه حاجة هيتباع بفلوس كتيرة جدا هيبقى أعلى لاعب خرج من الدور المصري وخليك فاكر وانا وانتا دي يحكي ايه 25 سنة لسه لسه يعني ده لو قاعد مع الاهلي ثلاث موسم يبقى يا بغت النادي الاهلي واكيد يبغته بس يبقى يا بغت النادي الاهلي عشان اللي زي دول بيتخطفوا بيتخطفوا في الدنيا كلها مش اقول لك كمان بقى في اوروبا هتلاقي كل الاندال في الخليج وقفة على باب النادي الاهلي خد لانت عايزه والديني وسام خد لانت عايزه والديني وسام بس انا اتصور ان وسام هيبقى عزيز اوي اوي على النادي الاهلي يعني ايه يعني الاهلي بقى له سنين سنين بيدار على مهاجم اخيرا بقى وقعد اسرح وفكر معايا نهاردة وسام مسام في الاربع اهداف وسام كسب النادي الاهلي بعد الفوز ببطولة افراقيا في الدوري كثير من المباراة ايوة وسام اللي كسب النادي الاهلي هتقول لي يا عم كاك الاهلي بيكسب طبعا هتقول لي مواقع الاهلي ممكن ياخد الدوري من غير وسام طبعا بس لو وسام مش موجود كان الاهلي يواجه صعوبات في الدوري الموسم ده صعوبات كبيرة فرق جدا جدا شوف لعيب ممكن يفرد لعيب ممكن يخلينا حتى ننطاق المارس الكولر يعني ايه يعني لو ما فيش مهاجم كنا نوعا نقول طبعا المدارب بقى مفهوض يتصرف ما لو ما عندوش لعيبة بتسجل ما يتصرف وان كان وده يرجعنا المارس الكولر تاني لو تفتكر السنة اللي فاتت مارس الكولر كان بيخلي لعيبة النادي الاهلي توصل بعشرين كرة واكتر على المرمى عشان يعرفوا يسجلوا اهداف كان الاهلي بيضيع فرص بالجملة لو تفتكروا فانا هزود معدلات الهجمات والفرص عشان يجي منهم واحدة اتنين بس دلوقتي ما بقى شي محتاج يعمل ده مش محتاج يعمل ده